أهلا بكم متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان من محافظة المينيا تحديدا من منطقة البهنسة في بني مزار أو كما يطلق عليها البقيع الثاني هنا المكان المحبب إلى كثير من أهالي محافظة المينيا يأتون هنا كل يوم جمعة للتبارك بالمكان والجلوس لفترات من الوقت حيث تشهد تلك المنطقة في يوم الجمعة وتحديدا ساحة سيدي علي الجمام هذه الساحة التي تعج بالزائرين في كل يوم جمعة نرصد لكم أجواء احتفالية يعني نشاهدها كل أسبوع في هذا المكان وطبعا هذا المكان له مكانة خاصة عند أهالي محافظة المينيا هنا يأتي الكثير والكثير من الأهالي للزيارة خاصة أن المكان يحظى بقيمة كبيرة لدى أهالي مدينة المينيا خاصة المعروف عنها أنها البقيع الثاني حيث دفن هنا الكثير من صحابة رسول الله عندما قاموا بالفتح نحن الآن داخل منطقة شهداء البهنسة نتجول معكم بالكاميرا نرصد الفرحة التي توجد على وجوه الأهالي الذين يتواجدون الأغلب منهم يكون حريص على التواجد أهالي أسبوعيا في هذا المكان للزيارة والتبرك كمان في هذا المكان توجد شجرة مريم طبعا إحنا الآن داخل ساحة سيدي علي الجمام ونحن في اتجاه شجرة مريم ثم سنخرج معكم نرصد لكم الأجواء الاحتفالية خارج المكان وهذا هو ضريح سيدي علي الجمام والذي يذكر أنه من الصوفية المغاربة والذي عسر على جثمانه سنة 1933 وهنا يعني في لوحة مكتوبة على المقام هنا مقام سيدي علي الجمام قاضي قضاة ولاية البهنسة والذي ظهر قدامكم في الصورة هي مكان شجرة مريم والتي قيل عنها أن السيدة مريم في رحلة الهروب من بطش الرومان كانت استقر بها المقام في هذه المنطقة تابعي ايه؟ انا بس اتجيب تصريح حضرتك عشان خاطر تتصور الكلام ده ولا انت بتصور كده وتتصور ايه؟ بس مباشر حضرتك يعني زي ما حضرتكم شايفين معانا احنا بنرصد اجواء احتفالية اسبوعيا كتير كده وهنا دي ساحة سيدي علي الجمام وزي ما ذكرت لحضرتكم ان دي شجرة مريم اللي موجودة هنا اللي قيل ان هي في رحلة العائلة المقدسة يعني كان استقر بها المقام في هذا في هذه المنطقة كمان يعني هنا يعني المحافظة تقوم بعدة اعمال هنا لتطوير المكان ويعني ترميم القباب او قباب الصحابة اللي يعني جادت ان تنهار فتم القيام باعمال الترميم هنا واصلاح المكان احنا بنتجول معاكم في الموقع يعني احنا بالوقت في رصد للاجواء الاحتفالية اللي موجودة هنا كبير وصغير اطفال ونساء ورجال يأتونا هنا في كل يوم جمعة في كل يوم جمعة هذا المشهد نراه دائما وبشكل مستمر في يوم الجمعة اه محبة ومكانة لهذه المنطقة التي اه يعني لها في قلوب ابناء محافظة المينيا الكثير والكثير اه زي ما حضرتكم شايفين هذا هو السوق الخارجي المنطقة اه يأتي اليه اه من كل قرى محافظة اه المينيا اه الكثير من المواطنين لتبرق بالمكان وزيارة زويهم خاصة ان المنطقة يوجد بها اه ومدفون هنا اه صحابة رسول الله في فتح في اه اه ايام اه الفتح كمان الاهالي هنا اه يدفنون زويهم بجوار اه منطقة اه المنطقة اه تباركا بالمكان وزي ما حدراتكم شايفين هذا هو المشهد امامكم اه اه يعني في اه الصورة وهذا هو المكان رصدنا معاكم الاجواء الاحتفالية داخل ساحة سيدي علي الجمام في منطقة اه البهنسة في بني مزار ومحافظة المينيا وكننا معاكم من محافظة المينيا وكان معاكم حسن عبدالغفار ورئاس الانتسانة محافظة المينيا